شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة بدل أقصى الجهود لوقف الوصلات الكهربائية الخلصة وتحصيل الفواتير المستحقة وخلال لقائه بالمسؤولين المعنيين لمتابعة منقف سداد مستحقات الشركة القابدة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزرات والجهاد الحكومية المختلفة أكد مدبولي أنه تم عقد عدة اجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول مضيفا أنه بالفعل قامت عدة جهات حكومية بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول وعلى رأسها وزارة الطيران المدنية وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالي المدينيات المستحقة للشركات القابدة لكهرباء مصر على الوزرات والجهات الحكومية